نرحب بضيفنا في الستوديو محمد المنسي مدرب تعليم قيادة في دبي مساء الله بالخير سهل نورا خير يا هلو مرحب فيك رحياتي لكم جميعا والقناة الزفرة والكل المشاهدين شكرا جزيلا لك طبعا نحن في البداية لازم نعرف الناس عن مفهوم القيادة الآمنة وشو هي لو تعرفنا عنها بطريقة بسيطة بمجوز بسيط بدون تفاصيل يعني القيادة الأمنة هي مجموعة معايير وضعها الخبراء اللي جاية تبحى كل قائد السيارات جميل اللي سلامته سلامة الركاب سلامة المشاهد سلامة الممتلكات والمنشآت أيضا صحيح نعم طيب إزاي نطبق العملية الأمنة للقيادة حاول بقدر الإمكان أنك تلتزم بالإشارات الممرئة اكشف على سيارتك وجهزية السيارة ما قبل عملية القيادة جميل شيك على إشاراتك شيك زبط المقعد بتاعك زبط مراياتك أربط حزام الأمان وده من أهم العوامل للكيادة الأمنة حتى على الأقل يعني دي أن تبقى بتعتبر الجاهزية أو المرحلة الأولى فيما قبل الكيادة نعم عشان تكون كيادتك أمنة حتى اللي بيبقى معاك في السيارة بيبقى مستريح مرتاح نفسياً لكيادك بتبقى مأمنهم لأن أنت كائد سيارة مسؤول ليس فكر عن نفسك فقط مسؤول عنك مسؤول عن اللي معاك في السيارة مسؤول عن اللي حاولك في شركوك في الطريق صحيح أستاذ محمد في اليومين الماضيين أكيد كانت الأجواء الجميلة يعني الماطرة في الإمارات أغلبية الناس يلسوا يعطوا بعض نصائح لا تمشينا على جنب أمشي شوي بدون الجنب وغير الحواف وغيرها ولكن أنت مختص في هذا الموضوع بما أنك مدرب في القيادة وغيرها خبرنا شو الأرشادات والنصائح للمفروض نحن نتبعها علشان لأجواء الماطرة لحماية أنفسنا والله هو لو الطقس سيء جدا أحسن ما يطلعون تجنب القيادة في الوقت الآن بزياد لكن لو أنت مثلا عندك مشوار طارق ظروف طارقة لازم تطلع فحاول أن أنت بقدر إمكان تتجنب عملية الدخول بسرعة تتجاوز العملية الرؤية المسموح بها نعم بحيث أن أنت هتكون في حالة زاديا في حالة سيفتي من الدرجة الأولى التزم بالنحية المين من الطريق نعم شغل أضوائك صح حاولت يعني بقدر إمكان تكون مركز في الطريق أو لا تنشغل عن الطريق في حالة الضباب أو الأمطار نعم ده دي بسبب أسبب أستاذ محمد أيضا لاحظنا في أشياء بسبب الأمطار وقوف بعض السيارات على الجوانب بسبب انغلاق السيارة التيار الكهرباء في السيارة كنساء نحن ما نعرف شو نتصرف شو نسوي في هذه الأجواء الماطرة أنا شو أسوي لحماية نفسي والآخرين في الخلف بتشغيل الدرق الرباعي دي نمرة واحد بتحط علامة المسلس اللي هو السيفتي على بعد من 30 ل50 متر ده لو الأمور تسمح بكده نعم حاولي تقفي بجانب الطريق بكتفي الطريق نعم ده لو أمكانت إن السيارة صح بيتمشي معاك يعني نعم أما لو في حالة إن هي وقفت خلاص من بتتحركش خالص زي ما قلت لحضورك التزمي بالدق الرباعي للسيارة حط المسلس على بعد من 30 ل50 متر حتى تدقى النبي تكون حذر صحيح صحيح طبعا بأدع فكرة موضوع وقفت اللي على طرف الطريق مش بس للخراب الكتف الطريق ممكن بعد أن الناس تتوجف عشان تصور فهذه بعض مشكلة ثانية صحيح اللي بنعاني منها بظلط فعلا وتسبب مشاكل وحوادث عدة يعني بظلط فالواحد لازم ينتبه لها بشكل صحيح بعدين إيجاباتي على الأسئلة ده هي بديها موجز بسيط لكن لو تفاصيل أكثر بيبقى فيه تفاصيل أكثر وأبعاد وإزاي تتنفيذ الأعباد دي محتاجة بقى دروس تانية فعلا نحن بدي نحن بشكل عام نحن نعطي النصائح حالي عسلس الناس شوي تكون عندها صحيح قليل من الخبرة في الموضوع هذا وعليم في التعامل في حال اننا بتعرضوا بهذا الموضوع طبعا أكيد أهم شي في السواقة سرعة البديهة مثل المروة ثانيا أن يكون عندك ثقة بنفسك وسواقتك ما تكون خايف كيف الواحد منه ممكن أن يزيد هذه علقاتهم ما يخاف هل يدخل في التجربة ولا يسوي أشياء ثانية فأكيد عندك الخبرة السؤال ده جميل جدا خاصة للي لسه حاصلين على الرخصة جديدة ليه بقى بيعمله ايه المتدرب بيحصل على الرخصة بيفرح يطلعب أي جيب عربية يشتري عربية أو ياخد عربية والده والدته يقوم وياخد صحابه فرحان بالرخصة افتقر نفسه سواق كبير يقوم طالع على الطرق السريعة فرحان بالرخصة الجديدة أكبر غلط بيعملها المتدرب أو اللي حاصل على رخصة جديدة أنا بنصحه وأتمنى أن كثير من الناس اللي حاصلون على الرخصة الجديدة يسمعوني كويس استمر في العملية التدريبية لنفسك مش بمعنى أن انت خدت رخصة بأنت سائق انت السائق الجديد ما زال مبتدئ ما زال مبتدئ ما زال محتاج الثقة بالنفس كما حضرتك طيب أنا أخذ الثقة دي إزاي أن أنا أدرب نفسي صحيح ما أطلعش على الطرق السريعة مرة واحدة ما أطلعش مشاور بعيدة مرة واحدة داخل مدينة داخل مدينة لغاية يعني في دراسات أجرتها بعض شركات التأمين الخاصة بالحوادث أثبتت بأن الحاصل على رخصة جديدة محتاج من سنة لثلاث سنين حتى يكتصب الثقة الكاملة أنه هو يقود سيارة ويروح بها يسيفر بها على الطرق السريعة وبعيدة يعني أربع تلات شهور عبل ما يبدأ ياخد الشجاعة والثقة بالنفس ست شهور كمان من أربع شهور لست شهور كمان عبل ما يبدأ ياخد الثقة والنفس إنه يطلع على الطريق السريع نعم فالنصيحة اللي أنا بديها له أن أنت استمر في العملية التدريبية حتى بعد حصولك على الرخصة فعلا أنا أضم صوتي لصوتك أستاذ محمد وخاصة أن موضوع الخبرة التراكمية بيعطي الشخص ثقة بنفسه مع الأيام في السواقة في أكيد خارج المدينة أنا زالبا بقولت لحاضرك هي من سنة لثلاث سنوات صحيح الخبرة التراكمية مهمة جدا طيب موضوع النساء حدثنا قبل شوي تحت الهواء أن النساء فيه وعي جامعي عند الأفراد أن المرأة ما تعرفت سوق صح أنت خبرتني تحت الهواء أنه فيه أشياء بعض الأشياء فعلا كوميدية تستوي وياكم نحن النساء شوي ينقصنا علشان نكون أوكي بالأسواجة فعلا أمية بالأمية ونشيل هذه السماعة عننا لا هو الشاعر الغلط أنهما بيقولوا الحين ما بتعفش تسوق لا بالعكس سمعت يا ثامر أنا قلت قبل اللقاء في مناشة حضرة بأننا نحن اتقلتها كده والنساء بتبقى حريصة أكتر من الراجل في السوق على الطريق لأن بطبيعة المرأة بتبقى يعني عندها حتة الحرص الزايد بسبب الخوف الزايد نعم الراجل بيبقى أحيانا عنده الثقة الزايدة أو جريء شوية وثقة بالنفس فبيبقى عنده شوية من الإهمال يعني لكن المرأة بتبقى ملتزمة وبتسوق خاصة لما بتزيد التجارب معها وعدد الكيلومترات اللي هي بتسوقها بتزيد معها الخبرة نعم لكن بعض العيوب اللي بتوقع فيها بعض النساء النساء في كياد السيارات الإنشغال عن الطريق نعم زي مثلا يعني لما أخذها تبص في المرأة تشوف الطرحة مظبوطة ولا لا المكياج مظبوط ولا لا هوبك لها دخلت في الجسم اللي قدام هنا صحيح فدي بعض الحاجات نعم إذا التركيز على الطريق هو أهم نقطة بالزبط أما الموقف الكومودية اللي بتحصل بقى أثناء عملية التدريب بالنسبة للنساء نعم يعني مثلا في مرحلة الرابعة اللي هي الخاصة بمرحلة البراوكن تعليم زي براوكن السيارة بتاعتك نعم على سبيل التجربة اللي حصلت قبل كده معايا طالبة بدربها على الموازي الرويس هترجع بظهرها تعمل في موازي نعم وأنا طبعا كمدرب برائب بعناي حركة إيديها عملت الجير بتاعها نعم على الرويس ولا الدرايف عشان بقى أكون برضو إذا ما أكون مأمنها ومأمنها هي لسه مددربة فبتعمل كل حاجة قاعدة نصف ساعة تجاهز نفسها وتعمل والجير أنا لاحظت الغلطة اللي مش أقول عليها لها في الآخر عشان تبقى مفجأة للسادة المشاهدين مش بالكوميديان اللي إحنا بنعيشه مع سوائة النساء وخلاص وهو بتاعه بتستعد ووضع استعداد عشرة على عشرة وجميل كل حاجة جميلة وأنا مبصتش ورا هتعمل إيه؟ لأن هي في الآخر بتدس بان زي بتطلع الأدام وخلاص وهو بصورة دي من المواقف الكوميديية اللي بتحصل عندهم ساعة طبعاً طبعاً ما أمن نفسي رجلي على البريك عشان عارف لو فيه عربية قدام منها في الآخر طيب اللي يعني يحصل بقى ضرب ما بين المدرب والطالبة جميل اللي هو بعض الطالبات بتبقوا عصبيين شوائي المدرب لازم يتحلى بالصبر صحيح في كل الأحوال أكيد أكيد لأن المتدربة أو المتدرب كل مخلوقات العالم المفروضة تكون عندها صبر يا تعمر صح ولا لا؟ أكيد صحيح هذا الشيء متعقديم مننا لنا فعلاً طبعاً نوتنا فعلاً هنا بوجودك معنا شكراً على الصيح الجميلة صراحة ونتمنى السلام للجميع في الطلقات شكراً لتواجدك معنا أنا المتشكر جداً لعطاء الفرسة الجميلة ديان بلقائكم من خلال كونوت الزفر اللي يعطيك العافية